موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد على السلسلة الخاصة بالفوتوشوب في هذا الدرس هذا سنرى مجموعة من العناصر اللي هي جد أساسية أننا نعرفها في البداية دينا من اللي نتعلم الفوتوشوب أول حاجة سنطلق بها نعرف طريقة كيف نوضع الصورة اللي بغينا نخدم عليها في الفوتوشوب من اللي كانين مجموعة ديال الطرق أول طريقة اللي كنبغينا ناخد واحد الصورة ونخدم عليها في الفوتوشوب وكنا نشفناها في الفيديو السابق هي كنمشيو الفيشي كنديرو اوفرير ومن بعد كنمشيو التوصي اللي بغينا ناخد منه الصورة وكنكليكيو عليها مثلا كنحددو هات الصورة هذه أو لأي صورة ناخدوه مثلا هات الصورة نديرو اوفرير من بعد كنت تعطينا هذه الصورة ممكن أننا نخدمو عليها الطريقة التانية أنه ممكن نديرو من خلال الكلافي كنديرو كنترول مع او طنك بها الشكل هذا كنترول مع او كيعطينا الدوصي اللي ناخد منه الصورة اللي قبل ويمكني لابغينا نغيره من الدوصي كنمشيو لأي دوصي اللي عدنا في الصور ونختارو مثلا هات الصورة هدي الطريقة الاولى والطريقة تانية كنمشيو لدك الدوصي مثلا هدا هو الدوصي دينا اللي غدي ناخدو منه مجموعة دي الصور كنناخدو هات الصور هدي كما هاكا ونضيوها لوجيسي الفوتوشوب وبهاكا كنلقو انه عدنا الصورة دينا دونك هادو هما مجموعة ديال الطرق اللي من خلالهم كنناخدو الصور للفوتوشوب منبعت قدي نشوفو مجموعة من الامور في هاد الفيديو هادا لكن غصنا ناخدو مجموعة ديال الصور دونك ناخدو مجموعة إلا بغي ناخد مجموعة ديال الصور فيمكن نكليك على الاولى ونختار مثلا هدي دونك يمكن ليا كنكليك على كنترول وبهاكا كنختار الصور اللي انا بغي بعد شكل هادا مثلا ومنبعت قدير اوفيه كنلقى بانه الصور عندي في هاد الاب اختي هادي وكندوز من اي صورة الصورة وانفوا الى لاحتو راملي كنكليك على هاد الصورة هادي كيتغيير الكالك ديال الصورة في هاد الاب اختي هادي منبعت راكين ضرس خاص اللي غد نشرحو فيه اللي كالك و المزايا دياله لكن هنايا ناخده اه فكرة ايدان هادي طريقة باش كيبانو عدنا الصور في الفوتوشوك عدنا مجموعة من الطرق اللي من خلالهم ممكن ننضمو هاد الصور هادو يعني ننضمو كيفاش كيبانو عدنا في الفوتوشوك اولا الامر الاول اللي غد نهضر علي انو ممكن ناخدو واحد الصورة بهات الشكل هادا ونصغروها المشكل اللي احنا نبغينا مثلا ناخدو واحد الصورة كما هاكا ندير كنترول اي ضنك عندنا درس خاص بزوم هنشوفوه من بعد ناخدو الصورة الثانية هي هادي بهات الشكل مثلا ناخدو واحدة هنا و واحدة هنا هادو فاش كنحتاجهم احيانا من اللي كنكون قديت واحد الصورة من قديتها ومن بعد كنبغي نشوف كيفاش كنت من قبل ونقارن ما بيناتهم كنستعمل هادو الخاصي هادي كندير الصور واحدة 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 ونشوفوه نقارن الالوان او الاشكال او الامور اللي انا بغي نقارن هادي واحد طريقة اللي كنستعملوها وكنحتاجها في الفوتوشوك إلا بغينا نرد الصورة كما كانت كنناخدوها من هادو العباختي هادي اللي فيها الاسم ديلها وكننردوها هنا يملي كيبلينا هادو ايطار هادو الزرق وكذلك هادو الصورة هادي لهادو العباختي ويمكن لينا نحركوا الترتيب ديلهم بشكل اللي احنا بغينا لأنه احيانا كيكونوا عدنا في بعض بلي كنكونوا خدامين كنبغيوا بعض الصور يكونوا مرتبين عدنا ويمكن ليك تحرك اي صورة للغلاسة اللي انت بغي إذا هادي معلومة اساسية غديمشو دابا نشوفو بانهو كانين مجموعة من الطرق اللي يمكن من خلالهم يبنو عدنا الصور في الفوتوشوك كما قلنا السلسلة باقة مستمره طويلة غديمشو ايطاب بغي ايطاب باش بهكا نتعرفو اكتر على الفوتوشوك وجميع الاسس ديالو حيث هدو هما الامور الاساسية في الاول ومن بعد يعني غيكون الامور سهلين ان شاء الله غنشو الفانات خنايا كاللقاو هاد غي اوغانيزي دونك هنا كاللقاو انو عدنا مجموعة ديال العناصر دونك إلا كلينا إلا كليكيت الى العنصر الاول غديلاحظ بانه الفوتوشوب قسمهم ليها على واحد طريقة اللي هي باقتلها باقتل هادية وباقتل هادا وكل صورة متواجدة باقتل هادا وكذلك كما قلت لكم احيانا فاش كان نكون نخدم في واحد البراجيت وعدي مجموعة ديال الصور وكان نريد نقارن مبيناتهم ممكن اناني نشوفهم باقتل الطريقة عندي يمكن ليها ندل لي هم هاكي يكونوا اوغيزنطال في الاول باقتل ممكن اناني نردهم اوغيزنطال ونكليكي على الصورة مثلا كما هادي ونصغرها او لا نتحكم فيها بشكل اللي انا باغي كما هكذا هالأمور هادي نشوفوها من بعد لكن حاليا كيهمنا نشوفو ونتعرفو فقط على كيفاش ممكن يبانو عندنا الصور كما قلت لكم وهنا كيختار جوجة الصور اللي هما اللولين عندنا في هات الترتيب هادا كنحتاجو هاد الامر هادا احيانا من اللي كان بغي نقارن ما بين الصورة الاولى كيفاش كانت عندي من قبل والصورة من بعد ما درت عليها تعديلات الخاصين بها وغيرت فيها ولزتها مجموعة دي العناصر كذلك عندنا هنا مجموعة دي الامور نخليكم انتوما يعني تكتشفوهم تشوفوهم الواحد بالواحد دونك هنا عندنا مجموعة دي العناصر وإلا بغينا نرجعو كيما كنا من قبل كنكليكيو هنا يا تورو جروبي دان دي زانجل اذا هذا امر اللي هو اساسي عندنا في الفوتوشوف اننا نعرفوله كذلك عندنا طريقة اخرى ديال الفشاج ديال هات الصور هادو كنجيول هاد الابارتي هادي هنا فاشا عندنا ليزوتي طنك كما قلنا راه ممكن كنجمعو هاد الادوات هادو يكون عندنا في الصف الاول والصف التاني او لا ممكن يكون عندنا هنا في واحد القائمة اللي هي طويلة طنك في الاسفل غادي للقاو هاد الايقونة هادي في الاسفل وفيها ثلاثة ديال الانواع فيها موض فنيتر ستاندار يعني كما كنشوفوها حاليا عندنا موض بلان ايقران في مينو ستاندار، موض بلان ايقران في قائمة اللي هي نسبة اصحاب كما هادي لدينا طريقة الثالثة أو المود الآخر هو مود بلان إيقران بلان إيقران أنه الصورة كتبقى كتشد ليها لإيقران كلها لذلك هنا مثلا فاش كنكمل الصورة ديالي وكان بغي نحي دوك تأثيرات اللي كيكون عندي في الجنب هنا نشوف الصورة بوحدتها كيفاش دائرة لذلك نستعمل هاد طريقة هادي ولا بغيت نرجع للأمر السابق نقلق على إيشاط وكي أرجع عندي كتبان عندي الصورة كما كانت من قبل هاد اللي عنا صير هادو فاك نحتاجوهم في العمل ديالنا وكيتطبقوا على جميع الصور اللي اللي عندنا وهادو أسس اللي خاصنا نعرفوهم في الأول ديال لوجيسيال فوتوشوب في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نزيد وغادي نتعرفو على أمر اللي هو مهم اللي هو زوم دونك بالنسبة لنا الزوم فهو أمر اللي هو كنحتاجوه وكنخطمو به في جميع الصور اللي كنبغيو نقطعو واحد الصورة اللي كان لأنه كنحتاجو لديطاي ديل الصور دونك باك كنحتاجو نشوفو هاد العنصر اللي هو زوم بعدة أشكال وبعدة طرق دونك غايكون الفيديو الماجي ان شاء الله على الزوم ودائما إلا كان عندكم أي سؤالة ولا أي استفسار فأي أمر فيمكن لكم أنكم تكتبوه لي تحت الفيديو وتواصل معكم ان شاء الله شكرا لكم موسيقى